اهلا بحضراتكم في الهيئة العامة لارصاد الجوية والتقرير الاسبوعي لموقع الوطن وجريدة الوطن اهلا بكم طبعا احنا بنشهد خلال هذه الايام حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية على كافة مدن ومحافظات جمهورية درجات الحرارة بترتفع تدريجيا خلال ساعات النهار وفي فترات الليل بتستمر منخفضة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الاولى من الصباح فرص سقوط ابطار خفيفة على مناطق من سواحنا الشمالية وده ان شاء الله الجمعة والسبت على ان تستقرن احوال مرة اخرى اعتبارا من يوم الحد بس هنلاحظ ان فيه فروق في درجات الحرارة بين الخميس والجمعة والسبت يعني هنلاقي خميس وجمعة في ارتفاع مبحوظ في درجة الحرارة انما يوم السبت هنلاقي فيه انخفاض يعني لو قلنا القاهرة 25 درجة يوم الجمعة متوقع لها ان تنخفض درجة الحرارة يوم السبت الى 20 درجة معوية السبت والحد بانخفاض حوالي من 4 الى 5 درجات معوية يعني فيه تقلبات جوية واضحة في اليوم الواحد وفي ايام متفرقة فهنستمر ان شاء الله في ارتداء الملابس الشتوية السقيلة على مدان اليوم ما ننخدعش في ارتفاع درجات الحرارة في بعض الايام لان احنا نسا ما زلنا فيه فصل الشتاء المفروض ان شاء الله فصل الربيع يبدأ 21 مارس فخلال هذه الفترة بنشهد تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات حرارة بالاضافة الى كده ظاهرة الشبورة المائية اللي بتتكون في ايام الاستقرار اللي احنا بنشهدها خلال هذه الايام بتكون طبعا بعد الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 19 صباحا سواء على الطرق الزراعية او على الطرق القريبة من مسطحات مائية مداخل ومخارج القاهرة محافظات شمال الصعيد كل هذه المناطق معرضة لتكاوم شبورة مائية في الصباح الباكر قد تكون كسيفة احيانا على الطرق الزراعية زي ما ذكرنا والقريبة من مسطحات مائية نرجو الالتزام القيادة بهدوء على الطرق ترك مسافة امام بين السيارات وبعدها وعدم تخط السيارات الامامية اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور مخصوص السرعات ومتابعين مع بعض أول باولي النشرة الجوية اللي صادرة من الهيئة العامة الأبصاد الجوية لمعرفة كل ما هو جديد عن حالة الطرق شكرا وإلى اللقاءين أخرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة